فيدنج فرنزي أنا بحب اللعب دي جدا يا جماعة بس تعالوا نوقف على لحظة ونروح مع بعض المكتب مهندس القهرباء والمخترع ورجل الأعمال ولا سكولتر ونفتح درج مكتبه هنلاقي 85 براءة اختراع نمدي إيدنا وناخد واحدة بشكل عشوائي هتلاقي اختراع سماه باسمه سكولتر برينسيبل فكرة كولتر ودي طريقة خلتنا نقدر نتعرف أكتر على المايكروسكوب بارتكيلز الأكسام المايكروسكوبية الدقيقة زي خلايا الدم البيضة خلايا الدم الحمرة الصفاحة الدموية خلتنا نقدر نعمل لها كاونتنج نعدها ونعمل لها سايزنج نعرف الحجم بتاعها ببساطة هحط الخلايا دي في محلول ويلا يا بطل عد اختراعه اللي بيعدي به الخلايا ده سماه زا كولتر كاونتر عداد كولتر أيوة اللي احنا بنسميه جهاز صور الدم دلوقتي أو جهاز عداد خلايا الدم الاختراع ده هو اللي عمل واحد من أهم وأشهر التحاليل الطبية المساعدة في تشخيص كتير من الأمراض وهو سي بي سي صورة الدم الكاملة أو تحليل عد خلايا الدم وبصراحة كل المجالات استغلت زا كولتر برينسبل غير الطب أيوة غير الطب فهتلاقيه داخل في صناعة زي الشوكولاتة والدهانات حتى في تحليل تربط الأمر صدقنا والاس كولتر اتولد سنة 1913 في الولايات المتحدة ومات سنة 98 واحد من أهم المختارعين في القرن العشرين كولتر في شبابه في التلاتينات دارس إلكترونيكس وده اللي مكنه من فكرته كولتر برينسبل اللي حط فيها نظريته واللي بناء عليها تولدت الـ Automated Hematology Industry صناعات أجهزة الهيمتولوجي الأوتوماتيكية وطيف واسع من الصناعات المتعلقة بـ Fine Particles Counting أي أجسام دقيقة عايز تعدها هات كولتر كاونتر وبالفعل في الأربعينيات يطلع بالفكرة بتاعته وفي سنة 1953 يسجل براءة اختراع The Culture Principle وبدأ بمساعدة أخوه جوزيف كولتر عملوا أول جهاز وسموه The New Seal and Particle Analyzer الجهاز اللي بيحلل الجزيئات الصغيرة يعرف عددها وحجمها والمكانة طلعت قماش والمبيعات بتزيد وفي سنة 1958 قرروا يسموا الشركة بتاعتهم كولتر إلكترونيكس وبقت واحدة من ألمع الـ Diagnostic Industry الصناعات التشخصية في العالم لحد سنة 1997 تحصل حاجة تغير مجرى الأخوان كولتر في حود كبير هيقابلهم هقولك كمان شوية هو مين الحود ده نرجع بالزمن تاني الورا الزمان كان فيه واحد اسمه أرنولد بيكمان احفظ الاسم ده أرنولد بيكمان بيكمان سنة 1935 عمل شركة صغانطوطة كده وسمها National Technical Laboratories وبيصنع فيها جهاز بيئيسل PH PH meter يعني وفي سنة 1940 بيكمان غير اسم الشركة وخلاها على اسمه أرنولد بيكمان وبدأ يصنع أجهزة متعددة زي الـ Oxygen Analyzer والبوتنشيوميتر وأجهزة كيميا وفي الخمسينات غير اسم الشركة ليه بيكمان إنسترومنتس وفي سنة 1954 بدأ يصنع الألترا سنتري فيوج كبرت الشركة مبيعاتها زادت وبقت عملاقة جدا وتقريبا بيكمان كان بيلعب لعبة فيدينج فرينز كتير شايف السمكة وهي بتاكل السمكة الأصغر منها علشان تكبر فلما لأ إن شركته بتكبر سنة 1955 قرر يشتير الشركة اللي شغالة فيه السمكة بتاعته تكبر وفي سنة 1961 يشتير شركة الإلكترونيات المشهورة أفنر إلكترونيكس لكن يا صديقي اللي ما تقدرش تشتريه اندمج معاه سنة 82 شركة بيكمان تندمج مع شركة سميس كلاين ويبقوا اتحاد سميس كلاين بيكمان اتحاد عملاق وبعدها بسبع سنين سنة 89 حصل خلاف ما بينهم مو اتطلقوا وشركة سميس كلاين استقلت من بيكمان وراحت دخلت في اتحاد جالاكسو سميس كلاين عرفها طبعا دلوقتي بيكمان مع نفسها ولكن شركة قوية جدا وفي سنة 95 بيكمان تشتير شركة هايبريتيك وفي سنة 96 تشتير شركة سانوفي باستير وفي سنة 97 تيجي شركة بيكمان إنسترومنتس وتقابل شركة الأخوان كولتر كولتر إلكترونيكس اللي تكلمنا عليها من شوية ما تقدرش تشتريها فايه تندمج معاها وحصل دمج بين بيكمان إنسترومنتس العملاقة مع العملاق الآخر كولتر إلكترونيكس وبقت شركة عملاقة اسمها بيكمان كولتر بيكمان كولتر للآن يا صديقي حوت ملوش مسيل تكبر وتكبر وفي سنة 2003 بقى عندها أكتر من 200 ألف جهاز في معامل العالم وفي سنة 2005 بيكمان كولتر تشتري الداجنوستيك سيستم لبراترز وفي سنة 2006 تشتري اللومجين والأجين الكاورت بايو ساينس وفي سنة 2007 تشتري الداك نورث أمريكا اللي بتعمل أجهزة الفلوس سيتومتري يا صديقي وفي سنة 2009 تشتري الشغل التشخيصي بتاع العملاق الياباني إلومباس وتعلمنا في لعبة الفيدنج فرينزي إن كل سمكة كبيرة فيه اللي أكبر منها وممكن يأكلها هنا بقى بيكمان كولتر فيه حوت أكبر منه هيبلعه في سنة 2011 تيجي شركة داناهير تدخل اتفاقية وتشتري بيكمان كولتر وفي سنة 2012 داناهير تشتري الـ Iris Diagnostic ودي الشركة اللي عملت جهاز بيحل للبول أوتوماتيك وفي سنة 2015 تشتري جهاز المايكرو سكان من سيمينز هيرتسكير والله يا صاحبي أنا خايف لا يشتروني وأنا قاعد مؤسسة بيكمان كولتر يا صديقي لها إنتاجات كتيرة وعظيمة غير جهاز صور الدم الأتوماتيك زي الـ Iris Immunochemistry System والـ Flucytometers والـ Ultra Centrifuge وغيرها كتير ومن هنا شركات تانية أخذت فكرة الـ Culture Principle وبدأت تصنع أجهزة صور الدم بتشتغل بتقنيات زي الـ Culture Principle اللي هي الـ Electrical Impedance واتطورت وأضافوا تقنيات أعلى زي الـ Optical Scatter شركات قبرى ورائضة في تصنيع أجهزة صور الدم كبار المصنعين يا صديقي وهم خمسة رقم واحد والأول عريس الليلة وهو البيكمان كولتر واللي ليه منتجات أجهزة كتيرة جدا بيسموها DXH تاني شركة العملاق أبوت واللي ليها منتجات أجهزة كتيرة وأشهرها سيلدين والمودلز بتاعته كتير تالت شركة رائضة وهي Siemens Healthcare وبرضه منتجتها كتير أشهرها الأدفية بالمودلز الكتير بتاعته رابع شركة رائضة يا صديقي وهي السيسمكس وبرضه منتجتها كتير يا صديقي أشهرها الـ XP والمودلز بتاعته كتير خامس شركة رائضة وعملاقة هي الهوربيا وبرضه منتجتها كتير أشهرها المايكروس دول أشهر خمسة الرواد وبعدهم هتلاقي الصف التاني كتير جدا متميز بس في المقام التاني شركات بقى اتحاد أوروبي وهندي وصيني وياباني وغيره ومكملين كلام عن أجهزة صور الدم الأوتوماتيكية سيل كاونتر أو الـ Automated Hematology Analyzer هنتلم عن الآتي السيل كاونتر كومبزيشن تركيب الجهاز المحليل بتاعته الميجورينج تكنيكس آليات العد بتاعته بيعدي إزاي الكولتر برينسبل فكرة كولتر للعد الباسوي بتاع العينة شغل الجهاز إزاي وإزاي أشتغل عينة ونمشي معها جوه الجهاز خطوة خطوة ونعرف بيحصل لها إيه Parameters البنود اللي الجهاز بيطلعها لي نتايجها ونتكلم عن كل بند الجهاز جابه وحصل عليه إزاي Precautions هنا هناخد بالنا من حاجات تطلع علينا نتايج ممتازة وتخلي الجهاز بتاعنا يعيش سنين آخر حاجة اختلاف الأجهزة ما بين الشركات نتكلم عن تركيب ومكونات جهاز صور ده من Silk Counter Composition بنظرة عامة مختصرة الجهاز عادي جدا قادي البودي بتاعه وقادي الشاشة اللي بيظهر عليها النتايج وقادي الإبراء النيدل اللي بتسحب العينة ولو فتحته من جوه بتلاقي سيرنجات وفالفز وطومبز وحاجات كتيرة جدا ما تشغلش بالك بيها جهاز Silk Counter أو صور الدم بيتكون من اثنين أنظمة رئيسية نظام تدفقي ونظام كهربائي النظام التدفقي أو الهايدروليكي معتمد على الضغط الهوائي يعني بياخد عينة الدم ويخلطها مع المحليل ويقسمها علشان عملية العدل فهتلاقي في الجهاز مضخة هوا لها معدل ضغط سابت للسحب والتفريغ أما النظام الكهربائي فبيقوم بعملية التحليل وحساب الإشارات الناتجة من عمليات العدل بس كده الموضوع سهل خالص ولكن في عندي حاجة مهمة دو الجهاز عايزك تعرفها وتركز معها وهي علبتين كده أو غرفتين أو قطين اتنين تشامبر هنسمي الأولى منهم تشامبر A ودي اللي هيتعدي فيها الأر بي سيز خلايا الدم الحمرة والبلتليتس الصفيح الدموية وهنسمي التانية منهم تشامبر B ودي اللي هيتعدي فيها الوايت بلاد سيلز خلايا الدم البيضة وهيتقاس فيها الهيموجلوبين تعال ناخد تشامبر A ونقرب ليها هنلاقي دا شكلها مقسومة هو لجزئين الجزء الكبير دا بيسموه المين تشامبر الحجرة الرئيسية والجزء الأصغر دا بيسموه الابريتشر تيوب وما بينهم الجزء دا اسموه الميجرينج باث منطقة القياس أو بيسموها ديتيكشن ايريا المنطقة اللي هيتم فيها معرفة حجم الخلايا وبالتالي نعرف نوعها ركز معايا وفي الممر دا أو الفتحة دي اسمها ابريتشر ودي فتحة دقيقة صغيرة جدا تقريبا 68 مايكرو میتر متخيل صغيرة قد ايه وهتلاقي الكترود في الجنب بتاع المين تشامبر هنا وهتلاقي الكترود تاني في الجنب بتاع الابريتشر تيوب هنا ايه الكترود؟ يعني كهرباء سالب وموجب؟ اه بيعد ما بين الاتنين الكترود دول constant course طيار كهرابي ثابت المحلول بينزل هنا وبيعد من الفتحة دي للجنب دا وفي الحتة دي جهاز عمال يقيس الفولتات اللي معدية ما بين الاتنين الكترود لان مفروض ان فيه كهرباء ما بين الاتنين الكترود معدية من المنطقة دي نفس الكلام في اللي تشامبر بي هو الفرق بس ان الابريتشر دي الممر او الفتحة دي 100 مايكروميتر وفيه هنا زي سبيكترو فوتوميتر ايوة جهاز كيميا ولامبة لها ويف لينس اقدر رئيس بيها اي محلول ملون بس كده انت عرف تركيب ومكونات الجهاز المحليل المحليل مسمياتها كتيرة ولكن المحليل الاساسية اللي لازم وجودها وعند الكل تقريبا بنفس الاسم المحلول الاول المخفف ديلونت او دايلونت انطقها زي ما تحب الدلونت دا له خمس فوايد يا شباب الفايدة الاولى انه وسائل ايزوتونيك مع الدم بتاعي علشان يبقى شبه البلازمة شبه دمي فيحافظ على حجم وشكل الخلايا لوقت معين الفايدة التانية هو وسائل بيوصل الطيار الكهربي الفايدة التالتة بيخفف العينة الفايدة الرابعة الجهاز بيعمل بيه بلانكينج او باك جراوند او ستارت اوب هنتكلم عليها بعدين الفايدة رقم خمسة والاخيرة بعض الاجهزة بتغسل بيه الانبيب برضو وهو عبارة عن سوديوم كولريد وسوديوم صالفيت ومعاهم بفر ومواد تانية زي دي كل دا دايب في مية مقطرة خد بالك لازم يوصل لبي اتش ايديال بي اتش وهي سبعة واثنين من عشرة الجهاز بيستخدم للتست الواحد للعينة الواحدة للاختبار الواحد تقريبا 30 ميلي ديلوند وده اكبر المحليل حجما تقريبا الشركة بتجيب لك العبوة فيها 10 لتر او 20 لتر المحلول التاني وهو المحلل اللايز وده حوار كبير وده غالبا سر الصنعة لكل شركة اللايز ده له فايدتين الفايدة الاولى انه بيكسر وبسرعة خلايا الدم الحمرة ويطلع الهيموجلوبين منها ويتحد الهيموجلوبين مع اللايز ويعمل مرتب أقد رئيسه بعدين تاني فايدة انه برضو بيحلل خلايا الدم البيضة ويعمل لها انكماش فالجدران تلزأ على النواة وبالتالي يعدل شكلها لوضع جديد وغالبا بيتكون من ملح امونيوم ومواد تانية اللايز فيه مادة اسمها سابونين اللي بيتكسر خلايا الدم الحمرة وفيه مادة تانية قلوية علشان توقف نشاط مادة السابونين علشان اللايز خلاص قسر الخلايا الحمرة لا يدخل على الخلايا البيضة ويحللها هي كمان بس يا صديقي اللايز برضو علشان يقوم بشغله لازم يوصل لبي اتش معينة ولتكن مثلا من خمسة لخمسة ونص ولازم يكون مشحون بشحنة موجبة فعلشان نشحنه بشحنة موجبة وحافظ على ثبات اللايز في نفس الوقت اجيب ايه؟ ايوان الامينز ودول انواع فيه اولي وفيه سنائي وفيه سلاسي وهنا سر الخلطة بتاع كل شركة لكن غالبا بيعملوه سلاسي لانه متوفر ورخيص وفيه اللي بيعمل مكسما بين التلاتة خد بالك في عينات الموليد العيال الصغيرة خلاياهم الحمرة فيها هيموجلوب من النوع F وده بيخلي الخلايا الحمرة صعب اللايز يكسرها فبتضطر تزود تركيز اللايز عليها علشان لو ما تكسرتش هتتعد على انها خلايا دم بيضة الجهاز ممكن يستخدم للعينة الوحدة للاختبار الواحد تقريبا من نص الواحد ميلي لايز لذلك الشركات بتجيب لك عبوات فيها تقريبا نص لتر او لتر حتى المحلول التالت وهو المنظف الكلينر الكلينر له فايدتين اول فايدة انه هو بيكلين بيغسل او يرنز يشطف الفلوديك تشانيلز والكاونتينج باس الانبيب والغرف جوه الجهاز ثانيا بيأكد لك ان النتائج صحيحة وده غالبا بيتكون من مية بكلور بتركيز واحد لعشرة ومواد تانية المحلول الفرعية واللي بيختلف اسماها من جهاز لجهاز المحلول الاول وهو المنظف ديترجين تريجين واللي بيتخلط بالدلونت واللي بيتخلص من بقايا الدم الموجودة في الجهاز وبالاخص في الانبيب المحلول التاني وهو محلول الطبيقية البليتش وده بيستخدموه في عملية تنظيف ممر العد الابريتشر علشان تتم عملية العد بشكل صحيح وخالية من الاخطاء وغالبا هو قلور بتخفيف معين واللي بيكلين بيغسل الفلوديك تشانيلز والانبيب وبيتخلص من اي رواصب او قلبيو من دم لازق جوه بس كده انت عرفت محليل جهاز صور الدم يلا يا بطل نتكلم عن الميجرينج تيكنيكس آليات العد بيعد الخلايا ازاي اجهزة صور الدم يا صديقي بتشتغل باكتر من فكرة منها الالكتريكال امبتنس اللايت سكاتر الفلورسينس اللايت أبزوربشن الالكتريكال كندكتيفتي او اكتر من فكرة من دول مع بعض في كلامنا هنركز فقط مع دي بس الالكتريكال امبتنس قلنا ان العالم كولتر تلعبي كولتر برينسيبل فكرة كولتر او مبدأ كولتر واللي هاتلي اي اجسام دقيقة مختلفة مهما كان عددها ومهما كان حجمها وانا هاعطيك بيانات عنها عددها وحجمها يعني لو جبت لي شوية دم فيه خلايا دم بيضة وخلايا دم حمراء وصفايح هيقول لي والله الاجسام اللي حجمها من كذا لكذا عددهم كذا ام اللي حجمهم من كذا لكذا عددهم كذا واللي حجمهم من كذا لكذا عددهم كذا وبكده عرفت عدد الخلايا كلها واحجمها طيب تعالوا نتكلم بالتفصيل وكلام علمي بقى نركز شوية دي التشامبر او غرفة العد فيها محلول موصل للطيار القهربي اللي هو الدلونت ايوا المخفف وقلنا من شوية انه هو يعني بيوصل الطيار القهربي في الجنب هنا الكترود وفي الجنب هنا الكترود شغالين فهنسحب الدلونت من الاتجاه ده للاتجاه ده اهو بيعد الدلونت قدامك في الميجرينج باس منطقة القياس دي وقادي منطقة الديتيكشن اريا وبرضو الدلونت معدي من الممر ده من الفتحة دي اللي اسمها ابريتشر كده الكهرباء متوصلة ما بين الطرفين طول الوقت لانه طول الوقت الفتحة دي فيها دلونت الحتة دي عمالة تقيس الفلطات اللي معدية الفلطات شغالة 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 طول ما الدلونت معدي الفلطات شغالة فيه كونستانت كورس لكن لما يجي أحط الدم خلايا الدم هتنزل هنا وتبدأ خلايا الدم المختلفة تعدي من الممر ده من الأبريتشر ده وراء بعض خلية 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 طابور وراء بعضه يعدي من هنا لهنا بس خد بالك الخلايا دي مش بتوصل كهرباء فالخلية وهي معدية من هنا هتقوم أطعى الفلطاط فالحتة دي هتستشعر أن في قطع حصل في مقاومة حصلت بيسموها بقى أسماء كتيرة زي ما تحب المهم أن هي قطعت القهربة المتوصلة ما بين الاتنين إلكتروت فحصل مقاطعة ومقاومة للطيار القهربي لأن الخلايا مش بتوصل قهربة الجهاز هنا هيسجل حدين لحاجة الأولى أن حصل مقاومة بالفعل في بالس فكده سجل عدد الخلايا اللي مرت الحاجة التانية شدة أو حدة أو درجة المقاومة دي ودي كل ما كانت الخلية اللي معدية كبيرة كل ما نتج عنها مقاومة أكبر وكل ما كانت صغيرة كل ما نتج عنها مقاومة أصغر فدرجة المقاومة بتتناسب طرديا مع حجم الخلايا اللي عدت وقطعت الطيار فالجهاز حول شدة المقاومة لأحجام إذن هنا الجهاز عرف العدد والحجم ودي فكرة كولتر ببساطة شديدة جدا يا صديقي بس كده أنت عرفت الجهاز هيشتغل إزاي؟ قبل ما نشتغل العينة اللذيذة بتاعتنا خليك فاكر إننا بنتعرف على microscopic particles أجسام دقيقة جدا زي خلاة دم الحمرة والبيضة والصفايح فلو في شوايب أو رواسب أو حتى باتريا في المجاري أو الأنابيب أو غرف العد بلا أدنى شك هيأثر في عملية العد ويعطيني نتائج غلط ففي أول شغلك هتخلي الجهاز يختبر نفسه ويشوف الدنيا سلكة ولا لا ببساطة هنعمل ما يعرف بيه البلانكينج أو في بعض الأجهزة بتسميه start up أو background الجهاز ببساطة بيمشي المحليل بس وبيشوف هل حصل electrical impedance حصل مقاومة ولا لا خد بالك محليل بس مفيش خلايا خالص فهنلاقي النتيجة كده زي ما انت شايف كل صفار زيرو صفايح زيرو خلايا حمراء زيرو خلايا بيضاء فيه أجهزة بتقولك مقبول مثلا لو خلايا دم حمراء أقل من كذا صفايح أقل من كذا خلايا دم بيضاء أقل من كذا طيب لو فيه شوايب والbackground area أرقام هنا هنحتاج نعمل دورة غسيل وتنظيف تمام يلا يا بطل يلا هنشتغل عينة بتاعتنا ونتتبعها لحظة لحظة جوه الجهاز سحبنا عينة على إيديتا أيوان وعملنا ميكس كويس جدا وهندخل الإبرة جوه الأنبوبة وندغط الزرار فالإبرة هتسحب وليكن 10 ميكرو ليتر أو 20 ميكرو ليتر أو أي كمية حسب جهازك كده دخل الدم جوه الجهاز الدم بيمشي جوه في أنابيب وبعدين الدم هيمتزج مع المحلول الأول وهو الديلونت اللي هيخففه التخفيف الأول غالبا بنسبة 1 ل250 خد بالك كل تخفيف محسوب بطريقة دقيقة جدا علشان في الآخر هندرب النتائج في معاملات التخفيف دي خلصنا التخفيف الأول هنا الدم هيتقسم لجزئين هينزل الجزء الأول من الدم المتخفف ده في غرفة هنسميها تشامبر A ودي اللي هيتعدي فيها خلايا الدم الحمراء والصفايح والجزء الثاني من الدم المتخفف ده برضو هيروح لتشامبر B ودي اللي هيتعدي فيها خلايا الدم البيضة وهيتقاس فيها الهيموجلوبين تعالى نركز فيه لتشامبر A حلوة قوي التشامبر A منقوع فيها أصلا كمية محلول دلوانت برضو فالدم نزل وامتزج مع الدلوانت فالدم كده تخفف للمرة التانية برضو تخفيف محسوب حلوة قوي الدم المتخفف بالدلوانت يدخل في منطقة القياس هنعرف نوع وعدد الخلايا بناء على حجمها زي ما قلت قبل كده فكرة كولتر عندي هنا خلايا دم حمرة وخلايا دم بيضة وصفايح اللي هناخد نتايجه بس هو الأحمر والصفايح إلا بيض لا لأنه بالألاف فكل خمسين ألف خلية دم حمرة هيتعد معاهم مية خلية دم بيضة يعني رقم لا يذكر ونسبة بسيطة قوي تعالى نشوف الصفايح صفيحة صفيحة وهي معدية من الأبريتشر فقطعت الطيار القهربي وعملت إلكتريكال إمبدانس الجهاز ترجم الفولطات دي لحجم معين وبيقوم مقسم بيانات قياس الصفايح كالقاتي أي حاجة عدها وكان حجمها من 2 ل 30 فيمتوليتر يبقى دي صفيحة دموية خلاص كده عرفها ويبدأ يرسم histogram ارتفاعه بناء على العدد اللي عده وعرضه بناء على الحجم على شكل أعمدة زي ما انت شايف وبعدين يعمل لها smoothing ويحول الأعمدة لcurve بالمنظر ده هو ده histogram اللي انت عارفه وهيطلع بيانات كتير عن الصفايح زي pulse number عدد النبضات الدقيقة بتاعة الصفايح وال pulse size حجم النبضات الدقيقة بتاعة الصفايح برضه ونيجي نشوف خلاية دم الحمرة خلية خلية وهي معدية من الابريتشر فقطعت الطيار القهرابي وعملت electrical impedance الجهاز ترجم الفلطات دي لحجم معين وبيقوم مقسم بيانات خياس الخلاية الحمرة كالقاتي أي حاجة عدها وكان حجمها من 25 ل 250 فيمتوليتر يبقى دي خلاية دم حمرة خلاص كده عرفها على فكرة الجهاز بيعد خلاية دم الحمرة automatic أدق من إنك لو عملتها منول لإنه بيعد على الأقل من 55 ألف خلية وبرضو بيرسم histogram ارتفاعه بناء على العدد اللي عده وعرضه بناء على الحجم على شكل أعمدة زي ما انت شايف وبعدين يعمل لها smoothing ويحولها الكيرف وهو ده الهيستو جرام اللي انت عارفه واللي منه الجهاز بيطلع pulse number عدد النباضات الدقيقة بتاعة خلاية دم الحمرة وال pulse size حجم النباضات الدقيقة بتاع خلاية دم الحمرة برضو كده خلصنا لتشامبر A اللي عد فيها اللحمر والصفايح نيجي لي الجزء الثاني ده فكره من الدم المتخفف اللي راح لتشامبر B الغرفة التانية ودي اللي هيتعد فيها خلاية دم البيضة ويتقاس فيها تركيز الهيموجلوبن حلو قوي التشامبر B منقوع فيها كمية بسيطة ومحددة من محلول اللايز فالدم المتخفف نزل امتزج مع اللايز حلو قوي الدم اللي نزل ده فيه خلاية دم حمرة وبيضة وصفايح اللايز يا شباب هيكسر خلاية دم الحمرة كلها يعني هيحللها تماما ولكنها موجودة هيفرتكها وهيعمل انكماش لخلاية دم البيضة لما اللايز كسر خلاية دم الحمرة يا شباب اتحرر منها وخرج منها محتواها من الهيموجلوبين واللي بيتفاعل مع اللايز كيميائيا عادي وهينتج عنه مركب جديد دي مادة هنقسها بتقنية الاسبيكتروفوتومتر ايوة بتاعة جهاز الكيميا عادي جدا بويف لينز 545 وهنا هنعرف تركيز الهيموجلوبن كأنك بتقسها على جهاز كيميا عادي خالص حلوة قوي كده لسه عندي خلاية دم البيضة والصفايح الصفايح صغيرة قوي مش هنخلي الجهاز يعدها يعني لو سمحت يا جهاز اي حاجة هتعملك electrical impedance اقل من 30 فيمتو ليتر متاخدش بالك منها متكلمنيش عليها كده طيرنا خلاية دم الحمرة لما كسرناها وتجاهلنا الصفايح مش فاضل غير مين خلاية دم البيضة هنخليه يركز معاها خلية خلية اللايز عمل لها انكماش فالسيتوب لازم فرقع ولزق الجدران في النواية بتاعت الخلية وبقى عندي لستة احجام جديدة وهنا جهاز صور الدم التلاتة بارت هيقسمهم الى الاتي الخلاية اللي احجامها ما بين 35 ل 90 فيمتو ليتر هيعتبرها لمفوسايت الخلاية اللي احجامها ما بين 90 ل 160 فيمتو ليتر هيعتبرها هي دي الميت سيل الخلاية اللي احجامها ما بين 160 ل350 هيعتبرها جران يلوصا وهنا زي ما قلت قبل كده ان كل جهاز اضرع حسب محاليله وتركيز اللايز بتاعه ومدى التوافق السلاسي بين محاليله دل وانتو اللايز والكلينر هيقرر ان منطقة الميت فيها مونو صايت بس ولا مونو وبيزو ويسينو وهيقرر برضو ان منطقة الجران فيها نيتروفيل بس ولا نيتروفيل وبيزوفيل ويسينوفيل يبقى دي الخلاية البيضة خلاص كده عرفتها ويبدأ يرسم هستوجرام ارتفاعه بناءا على العدد اللي عده وعرضه بناءا على الحجم على شكلها عميدة زي ما انت شايف وبعدين يعملها سموسينج ويحولها للمنظر ده 3 مناطق 3 كيرف كده وهيطلع بيانات بقى زي عدد النباضات الدقيقة بتاعت خلاية دم البيضة لكل منطقة والحجم النباضات الدقيقة بتاعت خلاية دم البيضة برضو خلاص الجهاز خلص كل الشغل ده في كل ده خلال دقيقة او اتنين ويعرض لك النتائج ويبدأ يسحب كل السويل دي ويرميها في عبوة برا الجهاز اسمها العادم او الويست وينظف بسرعة الانبيب والمجاري والغرف ويستعد للعينا اللي بعدها على طول دلوقتي هنتكلم عن كل البرامترز دي السيل كاونتر برامترز البنود اللي الجهاز هيطلعها كل دي بنود الجهاز هيطلعها لك تعال نتكلم عنها بند بند وازاي الجهاز طلعها كل دي برامترز الجهاز بيطلعها نبتدي بالبرامترز بتاعة الصفايح اللي قدامك اهيت الجهاز اس البالس نامبرز عدد النبضات الدقيقة بتاعة الصفايح ومنها قدر يعرف البلتلت كاونت عدد الصفايح واس البالس سايز اس الاحجام ورسم الهيستوجرام وحسب من الهيستوجرام الام بي في متوسط حجم الصفايح وحسب البلتلت كريت بمعلومية الحجم والعدد ومن الهيستوجرام برضو حسب البي دي دي دوليو سي في والبي دي دوليو اس دي والبي إل سي سي والبي إل سي آر نيجي لي البرامترز بتاعة خلايا الدم الحمرى اللي انت شايفها قدامك دي الجهاز اس البالس نامبرز عدد النبضات الدقيقة بتاعت خلايا الدم الحمرة ومنها قدر يعرف الاربسيس كاونت عدد خلايا الدم الحمرة واسل بولس سايز اسل احجام ورسم الهيستوجرام وحسب من الهيستوجرام الام سي في متوسط حجم خلايا الدم الحمرة وحسب الار دي دابلو سي في والار دي دابلو اس دي والجهاز اسل هيموجلوبين اسبكترو فوتومتريك لونيا وحسب الهيستوجرام وحسب الهيستوجرام وحسب الهيموجلوبين والعدد وحسب ال-MCHC بمعلومية الهيموجلبين والهيماتوكريت نيجي ليه برامترز خلايا الدم البيضة الجهاز آسل pulse numbers عدد النبضات الدقيقة بتاعت خلايا الدم البيضة ومنها قدر يعرف ال-white blood cells count عدد خلايا الدم البيضة وآسل pulse size آسل أحجام ورسم الهيستوجرام ومنه قسمهم لثلاث فئات بناء على قياسه للأحجام وهيعبر عنها بـ relative count العد النسبي اللي تمييزه في المية ومجموعهم 100% طبعا ودول الجهاز جابهم من الهيستوجرام وهيعبر عنها برضو بـ absolute count العد الفعلي العد المطلق وتمييزه بالعدد على الميكرو ليتر ومجموعهم هو مجموع كل خلايا الدم البيضة القلي total white blood cells count أو total leukocyte count ودول الجهاز جابهم من المعادلات دي الليمف والميد والجران بس كده قرفنا الجهاز جاب كل البرامترز دي ازاي دقتي هندرش سوا عن نقط مهمة خاصة بالجهاز تحافظ عليه وتضمن ليك نتائج دقيقة شوية نصايح مهمة يا صديقي عوامل خارجية أول نقطة voltage علشان تكون متطمن لشغل وثباتية النتائج على الجهاز بتاعت لازم تدخل للجهاز طيار كهرابي ثابت 220V power supply لو الطيار عندك مش ثابت هات stabilizer أو ممكن تحتاج لي UPS power supply علشان تتأكد من الperformance بتاع power supply وإمداده للقهربة لبورد الجهاز تاني نقطة الالكتروماجنتيك انترفيرنس في حاجات خارجية بره الجهاز ممكن تأثر على المجال المغناطيسي للجهاز وبالتالي تأثر على النتائج لذلك يفضل توصله بالأرض بسلك علشان تفرغ الشحنات للأرض وتتجنب أي الالكتروماجنتيك امباكت لأن خد بالك زي ما قلت قبل كده فكرة الجهاز مبنية على الطيار الكهرابي فلازم تعمل وصله أرضي للجهاز لتفريغ الشحنات الكهربية الزيادة في البرد والمكونات الالكترونية واللي بيقارب جهدها الكهرابي جهد الصفايح الدموية لصغر حجمهم وبالتالي ممكن تتقرأ الشحنات دي على إنها صفايح دموية وما تنساش تحط الجهاز بعيد عن أي جهاز تاني ممكن يأثر فيه زي الشاشات والطابعات وأجهزة الكمبيوتر والسنترفيوج وأجهزة الكيميا ابعد جهاز صور الدم عن كل دول تالت نقطة وهي الحرارة أغلب الأجهزة بتشتغل ما بين درجات حرارة 15-35 درجة مقاوية أهل من كده بتأثر على المحليل وتعمل أخطاء في النتائج وخاصة بتعلي خلال دم البيضة والهيموجلوبين بسبب ضعف كفاءة اللايز بسبب البرودة فما يدوبش الأحمر قوي فيتعد على إنه أبيض أما الصفايح هتقل لأنها هتتكتل بالبرودة أما مضوع القيشن يفضل تحط الجهاز والمحليل على نفس المستوى علشان أتأكد إن المحليل بتتسحب كويس وبسرعة من عبوتها للجهاز أما عبوة العادم الويست اللي خارج من الجهاز حطها عادي على الأرض مش على نفس مستوى الجهاز رابع نقطة التوافق السلاسي بص يا صديقي الشركات اللي بتصنع جهاز صور الدم هنا نوعين إما Open Reagent Pattern يعني الشركة صنعت الجهاز وصنعت له محليله وإنت حور بتستخدم محليل نفس شركة الجهاز اللي هي Original Reagent أو تستخدم محليل جهاز آخر محليل شركة أخرى Compatible يعني الجهاز مفتوح تقدر تدخل له أي محليل شركة تانية أو Closed Agent Pattern يعني الشركة زي ما بتصنع الجهاز برضو بتصنع محليل ليه فأنت بتشتري منهم الجهاز والمحليل برضو ومتقدرش تدخل محليل شركة تانية للجهاز لإن غالبا بتدخل المحلول الجديد ببركود وهنا بيطلع مصطلح التوافق السلاسي بين المحليل التلاتة الديلوانت واللايس والكلينر اللي لما بيكونوا مع بعض نفس الشركة لنفس نوع الجهاز بيعطوا كفاءة أعلى وتوافق أفضل في ماتشنج ما بينهم خامس نقطة الكواليتي كنترول بصفة دورية يا شباب بتدخل عينة معلومة كواليتي كنترول بتطلبها من الشركة تدخلها للجهاز وتشوف هل مطابقة للنتائج الفعلية بتاعتها ولا لأ وأضعف الإيمان تجيب عينة عادية معلومة من وراء جهاز متعير ومعمول له كواليتي كنترول وتشتغلها على جهازك وتشوف النتائج آخر حاجة يا شباب في جهاز صور الدم عايز أقولها لك إن الشركات بتختلف في أجهزتها حسب الحساسية عدد البرامترز اللي بتطلعها إزاي بتتجنب الشوشرة الكهربائية توافق المحلية اللي بتاعها مع بعض سرعة القياس بتاعتها حجم العينة اللي بتدخل للجهاز الشركة واسمها وسمعتها هل هي من الرواد الخامسة اللي تكلمنا عليهم هل هي اتحاد أوروبي هل هي هندي صيني أو 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 وكيل الشركة وخدمة ما بعد البيع مهمة جدا 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 وحاجات تانية بس كده إنت هنا من جهاز صور الدم إنت لو عجبتك الحلقة لايك وشير لها على صفحتك موسيقى